جلستنا جلسة أسلوب حياة رح نبدأ معكم إن شاء الله جلستنا لليوم اللي رح نتكلم فيها عن أهم الأشياء اللي أدلنا على نمط حياة صحي كذلك من بعد ذلك إن شاء الله رح ناخذ استفساراتكم وأسئلتكم حول أي شيء خاص الصحة والتغذية ونمط الحياة الصحي بإذن الله بداية رح نعرفكم على أهداف برنامجنا برنامج أسلوب حياة هل صوتي واضح؟ لو بتقولوا لي بس إذا صوتي واضح؟ أجوة واضح شامسة سام أنزين أولا لو بنتعرف على أهداف البرنامج أول شيء برنامجنا يهدف إلى تقديم الاستشارات الصحية اللي راح تساعدكم بإذن الله على أن تتبنون نمط حياة صحي ويكون مستدام كذلك ليس بشكل مؤقت كذلك تصحيح المفاهيم التغذوية المغلوطة كثير عندنا مفاهيم مغلوطة تنتشر بين الناس وتكون عادة بناء على مصادر علمية غير موثوقة يعني تطلع عنا معلومة ويتداولونها الناس وما يكون لها أساس علمي فراح نصحح هذه المفاهيم بإذن الله وراح يكون في توعية بأهمية قراءة الملصق الغذائي شو ممكن أنكم تتوقعون من هذه الاستشارة أو الاستشارات برنامج الاستشارات التغذوية أول شيء برنامج الاستشارات التغذوية أسلوب حياة راح يساعدكم في حساب السعرات الحرارية الخاصة بالشخص نفسه حساب كمية البروتين والماء اللي لازم تتناولها حسب حاتك في اليوم أرشادات عامة راح تساعد على تبني نمط حياة صحي كذلك المساعدة في البدء بالنشاط الرياضي خاصة اللي ممتعودين أنهم يمارسون الرياضة كذلك عندنا معرفة تطبيق نظرية الطبق الغذائي الصحي ومتابعة النتائج للمستفيدين من خدمة الاستشارات التغذوية طريقة التسجيل في برنامج الاستشارات التغذوية تتواصلوا معنا على هذا الرقم الموضح في الشاشة 050-2139-510 وراح إن شاء الله يرسلو لكم رابط التسجيل من بعد ذلك راح يتم إرسال طلبكم لأحد خصائيين التغذية الموجودين في الإدارة وراح يتواصلون معاكم بإذن الله ويحلون يجاوبون على استفساراتكم ويساولكم اللي تطلبون يعني فأول شي لو بنتكلم عن ماذا نعني بأسلوب الحياة الصحي شو يعني أسلوب الحياة الصحي عادة أسلوب الحياة الصحي يشمل عندنا مفاهيم رئيسية أولا عندنا تغذية صحية ومتوازنة كذلك عندنا النشاط البدني والنوم الصحي كثير من الناس عندنا يهتمون بجانب التغذية والنشاط البدني وينثون جانب النوم النوم جدا ضروري وأهميته لا تقل عن أهمية النشاط البدني والتغذية جميع هذه المحاور ضرورية جدا أنها تتواجد عشان نحن يكون أسلوب حياتنا أسلوب حياة صحي بإذن الله فأول شي لو بنتكلم بشكل عام عن التغذية الصحية فأول موضوع عندنا أنه لون طبقك الغذائي أي تناول من جميع المجموعات الغذائية لا بد أني أنا أتناول الأغذية من جميع المجموعات الغذائية لأن كل مجموعة غذائية فيها عناصر غذائية تختلف عن المجموعة الأخرى وأنا جسمي يحتاج إلى جميع هذه المغذيات والعناصر عشان يكون قادر على أنه يعمل وظائفة بشكل صحي وصحيح حلال اليوم فما أقدر أنا أقول والله أنا ما أتناول من مجموعة الدهون أو مجموعة الكربوهيدرات خلنا نقول بما أن النظام الكيتو الحين الدارج بشكل كبير ما أقدر أقول أنا ما أتناول من مجموعة الكربوهيدرات مثلا الكربوهيدرات عندنا نحن المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم 50% من السورات الغرارية ناخذة من الكربوهيدرات ضروري جدا لأنه هي اللي تعطينا الطاقة مثلما السيارة خلنا نقول تحتاج إلى بترول نحن بترولنا ناخذ عن طريق الكربوهيدرات ولكن لازم نعرف أي نوع من الكربوهيدرات نتناول فالمصدر الصحيح هو من الكربوهيدرات المعقدة اللي فيها الياب غذائية فيها اللي نعرفها مجموعة الحبوب الكاملة وليس الكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز الأبيض والرز الأبيض هذه النوع من الكربوهيدرات يرفع السكر بشكل سريع وكذلك عندنا يعني يخلي الواحد يوعب بشكل أسرع ولكن الكربوهيدرات المعقدة واللي هي تحتوي على الياب عالية هذا النوع من الكربوهيدرات هو اللي راح يساعدني في عملية الهضم الصحي راح يساعدني في الشبع لفترات أطول وكذلك ينظم عندنا مستويات السكر في الدم وله فوايد عديدة كذلك مهم جدا عندنا تناول أربع إلى خمس وجبات في اليوم ثلاث وجبات رئيسية ووجبتين خفاف كذلك عندنا شرب الماء بكميات كافية ضروري جدا عشان نعوض جسمنا بالسوايل اللي يفقتها خلال اليوم وما ننسى تناول خمس حصص من الخضار والفواكه كذلك خلال اليوم مهم جدا والمجموع كامل خمس حصص من الخضار والفواكه إذا ننقسمهم راح يكونون حصصين من الفواكه وثلاث حصص من الخضار كذلك دائما ننصح بتقليل تناول الأملاح والدهون والسكريات والدقيق الأبيض لأنه يؤثر على صحة الإنسان بشكل سلبي خاصة مع الاستمرار في تناول مثل هذه المواد قد تترسب في الجسم وتكون بعض المشاكل الصحية في المستقبل كذلك ننصح بالابتعاد عن السلوكيات الخطرة مثل التدخين والإفراط في تناول الكافيين وكذلك تناول منتجات التخصيص ننزل عنا كيف يكون طبقي صحي يحتوي على جميع العناصر الغذائية مثل ما ذكرنا المختلفة اللي تساعد الجسم في الحصول على الطاقة وعندنا خمس أقسام رئيسية اللي هي الحبوب والنشويات مثل ما ذكرنا مسبقا الخبز كامل القمح والماكرونة السمراء المجموعة البروتينات وتشمل عندنا الدجاج والسمك والبيض واللحوم الخضروات وتشمل كافة الخضروات والفواكه وتشمل كافة الفواكه سواء فرش أو مجففة أو مجمدة كذلك عندنا مجموعة الألبان هي منتجات الألبان والحليب مثل ما نشوف عندنا الصورة الموضحة للطبق الغذائي تقريبا نصف الصحن يكون من مجموعة الخضار ربع الصحن أو بحجم كفل يدخل نقول شيء من مجموعة البروتين دجاج السمك واللحم وأكثر من ربع بشوي من مجموعة الحبوب أو النشويات ومجموعة الألبان مثل ما نوضح عندي في الصورة وكذلك شيء من مجموعة الفواكه وما ننسى طبعا الماء فهني عندنا الصورة اللي على اليسار هي موضحة الطبق الغذائي بشكل صحيح في عندنا مصدر من مصادر البروتين مصدر من مصادر النشويات الخضروات والأجبان والفواكه كلها موجودة أما هذا الطبق مثل ما نشوف يفتقر بمجموعة الخضروات تقريبا فيه كمية كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة اللي مثل ما ذكرنا أنه ترفع السكر بشكل سريع وكذلك ما تساعدنا في أننا نشبع وتعلي السكر عنه والدهون فهذا الطبق هو طبق خاطئ وهالطريقة هي الطريقة الصحيحة ثاني مثل ما ذكرنا خمس حصص من الخضروات والفواكه ثلاثة خضروات وثنين فواكه المجموع يكون خمسة ننتقل الحين لموضوع النشاط البدني واللي راح تغطيه لنا الأستاذ الفاضلة فاطمة الحسني تفضل أي استاذ فاطمة سامعيكم معكم خصائية التغذية فاطمة الحسني أتمنى أن الصوت يكون واضح هل صوتي واضح شمسة؟ واضح حلو طبعا النشاط البدني والناس يقولون النشاط البدني هو بس يعتمد على التمارين أو أن يوم أنا أروح الناد الرياضي أو أني أسوي أي نشاط بدني يكون قوي أو يكون في مقاومة كثيرة بالعكس النشاط البدني هو أي نشاط إحنا نسوي سواء ماشي سواء الأعمال المنزلية سواء أي مجهود أي مجهود إحنا نسويه في اليوم هذا يعتبر نشاط بدني طبعا من المهم جدا أنه إحنا عشان نتبع أسلوب حياة صحي يكون في عندنا نشاط بدني في وايد ناس في الحقيقة حاليا يقولون لا الكل في الكل هو لو أنا كلت بشكل صحي أو أني أنا تتبعت نظام غذائي صحي ما لدى عندنا أتحرك أو ما لدى عندنا أتمرن بالعكس هالكلام جدا خاطئ لأن التمرين يأثر على الصحة أكثر من أن الأكل يأثر عليه كم دقيقة من الرياضة يجب علينا أن نمارس بشكل يومي طبعا إحنا نعرف أنه 30 دقيقة هي الحد الأدنى أنه إحنا نتمرن فيه أو أنه نتابع أي نشاط بدني ليش لأنه من عقب 30 دقيقة يبدأ الجسر يتعود أو أنه يتأقلم على هالنشاط اللي إحنا نسوي يبدأ يستوعب أنه أوه هالشخص ياسي يسوي نشاط بدني هالشخص ياسي يتحرك فيه أشياء يديدة ياسي تستوي على الجسم فيه العضلات عضلات كانت نايمة في الجسم فتبدأ تتحرك فإحنا دائما ننصح كبداية تبدون أنه بأقل شيء يكون 30 دقيقة من النشاط البدني بشكل يومي أو من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع أهمية النشاط البدني وفوائد تشيه المحافظة على وزن صحي سواء إحنا نسوي نشاط بدني للمحافظة أو أنه تكون عندنا حالة صحية فالمفروض أنه نحافظ على الوزن عشان أنه نتجنب الأعراض الشديدة لهذه الحالة الصحية عندنا شعور بالطاقة والنشاط ليش؟ لأنه دائما الناس يتمرنون أو أنه يسوون النشاط البدني الصبح لأنه يعطيهم الشعور بالطاقة والنشاط خلال اليوم إلى آخر اليوم نشوفهم نشيطين وفيهم طاقة حيوية تحسين اللياقة العضلية ولياقة القلب والجهاز التنفسي عن طريق التنفس يعني الناس اللي عندنا يجرون المراثونات يسوون المسافات الطويلة الناس اللي يعني متعودين على التمرين دائما تشوف أنه عندهم في عضلات وفي عندهم لياقة قلب قوية جداً وعندهم تحمل في الجهاز التنفسي يحسن حصة صحة العظام أيضاً من خلال تقوية العضلات المحيطة بالعظام قلل من الإصابة بأمراض القلب ارتفاع ضغط الدم والسكري والأمراض المزمنة بشكل كبير جداً يعني إحنا أول مرة عند الدكتور الدكتور يقول هل أنت تسوي أي نشاط بدني ولا لا؟ لأنه يعرف أنه من خلال أي نشاط بدني أو التمرين نحن نسويه نقدر نخفف من هالأعراض من هالأمراض المزمنة شكراً لتشختي فاطمة ننتقل الآن للحديث عن أهمية النوم مع إخصائية شذا عمر تفضل ليختي شذا شهر لكم معلوماتكم الجميلة خواتي شمسة وفاطمة أمسي على الجمهور بالخير وأعرف بنفسي معكم أخصائية التغذية شذا عمر من إدارة تثقيف الصحي وحالياً أنا بغطي جزئية النوم الصحي وعلاقة النوم الصحي بتعزيز المناعة أو بأسلوب أو نمط الحياة الصحي طبعاً النوم الصحي يمثل أي نوم عادي مثلاً نرقج في أي وقت ومثلاً نصحه في أي وقت لا النوم الصحي له ثلاث عوامل مهمة لازم تكون متواجدة عشان نحقق عندنا النوم الصحي بدايتنا أو أول عامل عندنا اللي هو توقيت النوم توقيت النوم لازم يكون منتظم عندنا ساعات النوم تكون منتظمة مثلاً اليوم أنا برقد الساعة ثمان أحاول قدر الأمكان اليوم اللي بعده أنه مثلاً ساعات نوم يتكون متقارب مثلاً على الساعة ثمان أو الساعة تسع أحط عندي مثلاً مثل اللمت أو عندي مثل الحد أن هذه ساعة النوم لازم ما أتخطاها أو أتجاوزها عندنا الجودة جودة النوم واللي نقصد فيها أنه طبعاً وقت النوم نحن نشغل بأشياء كثيرة أو الأشياء اللي حوالينا عندنا التليفون مثلاً نشوف التلفزيون مثلاً التابلت، الآيباد، اللابتوب نحاول نتابع شغلنا في آخر لحظة قبل لا نرقد نشوف الفيديوهات أو مثلاً مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فعندنا جميع هذه الأشياء أو جميع هذه الأمور ممكن أنها تقلل من جودة النوم فضروري أننا نحن يحين وقت النوم نبتعد عن جميع هذه الأشياء نهيئ بيئة النوم عندنا مثلاً من إضاءة، مثلاً السرير نفسه أو مثلاً الفراش اللي بنرقد عليه وحتى أننا نشل عندنا هذه الأشياء نخلي التليفون بعيد اللابتوب بعيد، التلفزيون، إنسكرا مثلاً ونبتعد عن هذه الأمور اللي ممكن أنها تؤثر على جودة النوم عندنا ثالث عامل هو أهم عامل كذلك اللي هي المدة الكافية نقص بالمدة الكافية هي ساعات النوم في الليل أنا ما أجمع ساعات القيلولة مع ساعات النوم مثلاً قيلولتي مثلاً خلونا نقول من الساعة أربع العصر لحد الساعة ثمان وبعدها مثلاً أقوم من الرقاد أو أصحى من النوم وأرقد الليل مثلاً تقريباً ما يقارب ثلاث ساعات وعقب بعدها أصحى مثلاً مدرسة أو مثلاً للدوام أو العمل طبعاً عندنا المدة الكافية نحسبها فقط من ساعات الليل لازم الإنسان الطبيعي أو الإنسان البالغ لازم يحصل على ساعات نوم كافية تقريباً سبع ساعات وهذه تكون خاصة في الليل ما نجمع فيها ساعات القيلولة مع ساعات النوم بالليل ونقول أننا لا نحن مثلاً رقلنا في اليوم أو نمنا أكثر عن مثلاً خلونا نقول عشر ساعات أو اثنى عشر ساعة لا لأن الساعات القيلولة هذه من فصلة عن ساعات النوم خلال الليل فلازم نحن نحرص أن خلال الليل نحن نحصل على ساعات كافية من النوم تقريباً سبع ساعات عشان مثلاً اليوم الثاني نصحب نشاط وحيوية ونقدر نتابع صدرنا ونكون أصلاً جاهزين لبدء بيوم جديد فعندنا النوم الصحي كذلك عدنا يعزز من المناعة حيث أثبتت بعض الدراسات بأن النوم خلال ساعات الليل أو مثلاً الخلايا اللي تكون في الجسم يعني تصبح أو تضاعف خلال فترة النوم بما يعزز المناعة فعندنا هذه الثلاث عوامل اللي لازم نحرص عليها خلال عدنا مرحلة أو جزئية النوم اللي هي توقيت النوم الجودة الكافية والمدة الكافية عشان نعزز المناعة شكراً لكم خواتي شذا وفاطمة على هذه المعلومات القيمة ننتقل الحين إلى الأسئلة والاستفسارات إذا حد عنده أي سؤال أو استفسار سواء يعني شيء خاص للسلايدات اللي عرضناها إذا تبعون نوضح لكم نقطة معينة بشكل أكبر أو حتى إذا عندكم أسئلة أخرى تقدرون تسألونا في علبة الدردشة راح نجاوبكم بإذن الله بعد حابة أوضح نقطة خطي الشمسة دايماً يعني سبحان الله خصوصاً في هذه الفترات نسمع بعض الشائعات مثلاً عن المعلومات الصحية أو مثلاً عن المعلومات التغذوية هذا الدايت المعين مثلاً يفيد وأنا جربت نوع من الرياضة فعندنا تتكاثر الأسئلة عند الجمهور فإذا كانت عندكم أي أسئلة أو أي استفسارات أو مثلاً أي معلومة سمعتوها وحبيت وتتأكدون منها فمو علي تحطون النقطة مثلاً في الدردشة أو الموضوع المعين عشان نتناقش فيه جميعاً ويستفيد منه الكل أو جميع الحضور المتواجدين معنا لدينا سؤال يقول مرضى هشاشة العظام هل مسموح لهم رياضة المشي أو هل هناك رياضة مخصصة لهم أولاً بما أن الشخص يعاني من مرض هشاشة العظام العظام لا بد أنه يسوي فحص كتلة العظم يشوفون موضوع الهشاشة عنده إذا كان في بدايته أو كان في مراحل متقدمة يعتمد نوع الرياضة على المرحلة من مراحل هشاشة العظام لازم مراجعة الطبيب لازم يشوف مستوى الهشاشة عند الشخص عشان هو يقدر يقرر شو نوع الرياضة اللي يقدر مريض هشاشة العظام أنه يمارسها خواتي شدة وفاطمة إذا عندكم أي إجابة أو توضيح للسؤال أنا بس بضيف على الكلام اللي قلتي أختي شمسة أن يعني أشاشة العظام ما تحد الشخص مثلاً في ممارسة للرياضة لكن يعني لازم يكون حريص على نوع الرياضة اللي ممكن يمارسها بحيث أنه ما تأذي مثلاً يبدأ بتدريجياً أو مثلاً بالتمارين الخفيفة اللي ممكن أنها تساعد في تقوية العضلات لكن يعني أنا من رأيي الشخصي أنه يتجنب عندنا الرياضات اللي ممكن أنها تكون مرهقة لعضلاتها أو عظامة أو حتى ممكن الرياضة اللي تكون مثلاً ثقيلة أو مثلاً لساعات ممتدة أو ساعات طويلة فممكن هذه الرياضة اللي ممكن أنها تكون طويلة وثقيلة عليهم وممكن أنها ترهقهم بزيادة ممكن أنها يعني الضاعف المرض لا سمح الله وممكن تزيد من خطورة هذا المرض فلازم أول شيء يعني نرجع للدكتور مثل ما قالت الأخذ شمسة نشوف مثلاً المرحلة اللي نحن فيها مثلاً من هشاشة العظام وهل مسموح أن نحن نمارس الرياضة في هذه المرحلة ولا لا وإذا كان مسموح أن نحن نمارس الرياضة أكيد نبدأ بالتمرين الخفيفة وبالتدريج ومن بعدها ننتقل لمثلاً الرياضات الأخرى حسب الحالة الصحية في سؤال يقول هل تناول الفواكه خمس مرات يومياً يغني عن تناول الخضروات خاصة للأطفال الذين لا يفضلون تناول الخضروات نعم أولاً اللي نحن كنا نقصده في العرض اللي عرضنا خمس حصص من الخضروات والفواكه هو المجموع إذا رأينا نقسم هالخمس حصص راح يكون عنا ثنين حصص من الفواكه ثلاث حصص من الخضروات لأن الفواكه عادة عفواً سعراتها الحرارية شوي تكون أكثر عن الخضروات الخضروات فيها سعرات حرارية أقل كذلك الفواكه فيها نسبة سكر خلنا نقول أعلى من الخضروات عشان شي ضروري ما نكثر وايد من الفواكه حصصتين إلى ثلاث حصص في اليوم وكذلك لازم نتناول الخضار خمس حصص من الفواكه في اليوم بدون خضار أتوقع ما ينفع خاصة أنه طفل يحتاج إلى جميع العناصر الغذائية الخضروات فيها الياب غذائية فيها وايد عناصر غذائية مهمة لنمو الطفل إذا هو ما كان يستسيغ أو ما يحب تناول الخضروات ممكن أن أنت تضمنين هذه الخضروات ضمن الوجبات اليومية يعني إذا الطبق الرئيسي مثلا كان مثلا الرز ممكن أن أنت تحطين الخضروات تطبخينها مع هذا الرز ليس بشرط أن تعطينها بشكل خضرة فأنا أشوف لابد أن بطريقة ما أن تخليل الخضروات مع الفواكه ما تعتمدين فقط على الفواكه شمسة بعد في سؤال ثاني حابة أجاوبة كم عدد ساعات النوم المطلوبة لكبير السن اللي تعدى السبعين سنة طبعا في حالة عندنا الكبار في السن أو مثلا كبار المواطنين نشوف بأن ساعات النوم يعني سبحان الله تدريجيا نتقل عندهم مثلا سبب الأمراض اللي يعانون منها أو الآلام اللي يعانون منها فسبحان الله تدريجيا عندنا نتقل عندهم ساعات النوم خلال اليوم لكن يعني حسب منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى يعني عدد ساعات النوم الصحي أو عدد ساعات النوم المطلوبة لكبير السن هي نفسها بالنسبة للبالغين تقريبا من 7 إلى 8 ساعات هي كفيلة بأنها يعني تعطي الراحة لمثلا كبير السن أو حتى البالغين أما بالنسبة مثلا لو هنا بنتكلم عن الأطفال فهني ممكن الساعات شوي تختلف تقريبا ل 10 ساعات أو 12 ساعة هذا بالنسبة للأطفال أما بالنسبة للبالغين وكبار السن فنفسها الساعات تقريبا من 7 إلى 8 ساعات في اليوم مشكورة على التوضيح اختشده في سؤال ثاني يقول هل يكفي ممارسة الرياضة ثلاث مرات لمدة ساعة في الأسبوع بدلا من نصف ساعة يوميا أخت فاطمة إذا ممكن تفيديننا أو تفيدين السائل في هذا الموضوع أكيد الأخت هنا هي اللي سألت عن هالسؤال طبعا ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ساعة جيد جدا هو صراحة بس هو يعتمد عليك أنت إذا أنت هل أنت متعودة أنت تتمرنين كم ساعة أنت متعودة أنت تتمرنين شو قوة التمرين اللي أنت متعودة تسوينا يعني إحنا دائما يعني ما نقول تكون الشيء فوق عن الحد يعني إذا أنت تقدرين تساوين ساعة مثلا ثلاث مرات في الأسبوع جيد جدا إذا أنت تقدرين أنت تزيدين قوة التمرين وأنت تزيدين عدد الأيام في الأسبوع بيكون أفضل بشكل كبير لنتائج واضحة إذا أنت حابت تشوفين أي نتيجة بس دائما يعتمد على أنت جدولت كيف شو التوقيت اللي أنت تحبين تتمرنين فيه وشو الأيام اللي أنت تتمرنين فيها بس أهم شيء أنت تنتظمين عليك يعني مثلا مو أسبوع أنت تتمرنين أسبوع اليالي ما تتمرنين والعقبة تتمرنين ما راح تبين أي نتيجة وما راح يصير أي تغيير فأنت تتمرن ثلاث تيام في الأسبوع المدة ساعة جيد جدا بس أنت تتواصلين على هالجدول تاي كانت إضافة وإجابة للسؤال أختي شمسة شكراً أختي فاطمة في سؤال ثاني يقول اللي مارسون رياضة القوة في الجم يأخذون بروتين البودرة لها أضرار على الصحة خاصة أن الشباب يأخذون بدون استشارة أكبر غلط ممكن أن الشخص يرتكب في حق نفسه أنه يأخذ مثل هذه الأشياء بدون استشارة مثل هذه البروتينات مثل ما ذكرت مثل الأشياء الموجودة منتجات التخسيس كل هذه الأمور إذا نحن أخذناها بدون استشارة ممكن أنه يضرنا بدل ما تنفعنا البروتينات ممكن نحن نأخذه من المصادر الطبيعية موجودة في مجموعة كبيرة من الأغذية مثل البيض الدجاج ومجموعة مثل الحبوب وويد أشياء فيها بروتين بشكل طبيعي كذلك بالنسبة لللي يأخذون مثل هذه البروتينات بدون استشارة ممكن مثل ما ذكرت أنهم يضرون نفسهم فممكن أنهم يأخذون حتى بروتين أكثر عن الكمية اللي جسمهم يحتاجة في اليوم الجسم فيه كمية معينة للرياضيين وغير الرياضيين هناك كل واحد منهم يحتاج إلى كمية معينة من البروتين إذا تجاوز هذه الكمية بشكل كبير ممكن أنه يسبب لنفس المشاكل الصحية فضروري قبل ما نحن نأخذ أي شيء سواء أدوية سواء مضادات حيوية منتجات التخصيص البروتينات كل هذه الأمور لابد من استشارة المرجع الصحيح يعني طبيب أو أخصائي تغذية أو أخصائي تغذية يعني اللي يكونون دارسين التغذية الرياضية هذه لها تغذية خاصة الممكن أن تتراجعونهم بس ما تأخذون أي شيء بشكل عشوائي بدون استشارة إذا خواتي حد عنده إضافة على هذا السؤال تفضله بالنسبة لي اختيشم سماع عندي أي إضافة فعلا لازم أننا نستشير الطبيب ونرجع للطبيب دائما وأبدا في أمور مثلا الفيتامينات أو المكملات الغذائية لأن مرات الشخص ما يعرف مثلا وين مصلحته أو مثلا بناء على رأي شخص أو يعني رأي حد من أفراد العائلة شاف أن استفاد من هذا المكمل الغذائي أو مثلا هذا الفيتامين المعين هو يطرح تجربته الشخصية ومن بعدها مثلا ممكن الأشخاص اللي حوالينا يتشجعون ويأخذون هذا الفيتامين لكنهم يعني في الحقيقة من في حاجة مثلا هذا الفيتامين المعين أو المكمل الغذائي فيبدون يأخذونه ويستمرون عليه أو مثلا ممكن أن تظهر عندهم بعض المشاكل اللي هم يعرفون أن صارت عندهم هذه المشاكل بسبب هذا الفيتامين أو المكمل الغذائي عندنا بعض المكملات الغذائية أو بعض الفيتامينات إذا تراكمت في الجسم ممكن أنها تسبب عندنا تسمم أو ممكن أنها تسبب مضاعفات أو أمراض لا سمح الله في الكبد والكلام فضروري يعني أوجه نصيحة للجمهور أننا نحن ما نتناول أي من هذه المكملات الغذائية حتى لو شفنا أنها مجرد فيتامينات ونعرف أنها تنبع ويت في الصيدريات لكن يعني ضروري نأخذ باستشارة الطبيب وبناء على حالتنا الصحية بناء على الطول على الوزن على الحالة الصحية المشكلة اللي نحن نعاني منها ممكن أن الدكتور يوصف لنا هذه البيتامينات أو المكملات في حال نحن كنا في حاجة لهذه المكملات فعلا في سؤال ثاني بعد هل الأطعمة العضوية أفضل صحيا من الأطعمة العادية طبعا عندنا هذا الموضوع في جدل كبير لكن عندنا شو الفرق بين الأطعمة العضوية والأطعمة العادية الأطعمة العضوية عشان نوضحها ونسهلها أكثر للجمهور يوم نسير الجمعية نشوف مثلا الأورغانيك أو مثلا في مواقع معينة يتكلمون عن الأورغانيك الأورغانيك فون وعندنا اللي هو الأطعمة العادية طبعا الفرق بين الأثنين أن مثلا الأطعمة العضوية تكون عندنا في حالات مثلا الزراعة تكون أحسن مثلا حالة التربة تكون أحسن ما فيها مواد كيموية ما فيها مبيدات حشرية التربة كانت أفضل في حالة الزراعة من الأطعمة العادية اللي مثلا ممكن بعض الشركات يعني يستخدمون فيها المبيدات الحشرية يستخدمون فيها بعض الهرمونات اللي يحقنونها في الخضروات وفي الفواكه لكن عندنا إيدينا بنتكلم عن القيمة الغدائية بالنسبة للأطعمة العضوية والأطعمة العادية فتقريبا هم نفس القيمة الغدائية ما يختلفون في القيمة الغدائية والفايدة اللي ممكن يعطوننا إياها أو يعني تفيد الجسم الطريقة هي فقط عندنا في مثلا زراعة الخضروات أو الفواكه العضوية أن التربة تكون أحسن أو التربة تكون مثلا أنظف وما يستخدمون فيها المبيدات الحشرية أو مثلا يستخدمون فيها الهرمونات تكون طبيعية أمية بالأمية مدري خواتي لو عندكم أي إضافة على كلامي ولا لا جاوبتي جواب مقنع صراحة شادة بس أنا أحب أجاوب على خديجة سألت ما هي الرياضة اللي تخفف الوزن الرياضة اللي تخفف الوزن خديجة هي رياضة الكارديو اللي تعرفينها بالإنجليزي والرياضة الهوائية بالعربي طبعا عندنا ثلاثة في عندنا رياضة الهوائية خفيفة وفي عندنا متوسطة وفي عندنا قوية الرياضة الخفيفة الهوائية الخفيفة اللي هي المشي أو الهرولة الرياضة المتوسطة اللي أنت تعرفين مثل ما نعرف اللي هي الجري أو إنه عندنا اللي هي بنط الحبل والرياضة القوية اللي هي تكون أنت تستخدمين فيها السيكل اللي موجود في الجيم أو في الناد الرياضي الأدوات اللي هي تكون خفيفة بس أنت تستعملينها بشكل يعني اطول أو أنت تستعملينها بطريقة سريعة فهي هالرياضات أي تمرين إنه أنت تسوينا بشكل سريع بس بأوزان خفيفة أو بأوزان صغيرة هذه تسمى رياضة هوائية فهي الرياضة الأكثر نفعاً أو أكثر تأثيراً في تخفيف الوزن بس من ناحية الرياضات كلها جميعاً الرياضات كلها تعتبر أنهي المسبب الرئيسي لتخفيف الوزن يعني ما فيه رياضة معينة بس اللي تأثر بشكل كبير أكثر على الجسم ومدة قصيرة الرياضات الهوائية اللي هي رياضة الكارديو اختفاطنا شكورة على الإجابة بس حب أضيف أنا شيء بسيط أنه نحن عندنا شيء اسمه طاقة داخل الجسم اللي هي تدخل الجسم عن طريق الأكل أو السعرات الحرارية وفي عندنا طاقة خارجة من الجسم اللي نحن نحرقها عن طريق الرياضة والحركة وغيرها فنحن عندنا معادلة إذا تساوت الطاقة الداخلة اللي هي السعرات الحرارية مع الطاقة الخارجة اللي نحن نحرقها إذا تساوه هالشيئين يصير فيه عندنا توازن في الجسم الوزن يكون تابت إذا صارت عندي الطاقة الداخلة اللي أنا أتناولها عن طريق السعرات الحرارية أعلى عن الطاقة الخارجة اللي أنا سأحرقها فهني صار عندي زيادة في الوزن كذلك إذا كانت عندي الطاقة الداخلة السعرات الحرارية مثل ما ذكرنا أقل عن السعرات الخارجة هنا يصير عندنا نقصان في الوزن فكل ما أنا تحركت أكثر أنا راح أساعد نفسي أن أنا أحرق أكثر فبالتالي السعرات الحرارية اللي أنا ياس أحرقها راح تكون أكثر عن السعرات الحرارية اللي أنا ياس أخزنها في جسمي فبالتالي مقدار الوزن اللي راح أخسرها راح يكون أكبر فكل ما كانت الحركة أكثر أنا راح أساعد نفسي على أني أنا أحرق بشكل أكبر أني أنا حتى أخسر وزن بشكل أكبر أنا وضعت رابط التقييم إذا تشوفونه في الدردشة إذا في نهاية الجلسة ما عليكم أمر راح تعبون الرابط نكون شاكرين لكم إن شاء الله في سؤال يقول أدوية فيتامين دال والكالسيوم بس يشكون من ألم بالمفاصل يقولون له أخذ أكيد عندك ناقص يصير ناقذ بدون تحليل ما في مشكلة طبعا مثل ما ذكرنا مسبقا ونرد نعيد إن إذا أنت كنت تعاني من أي ألم من أي مثلا تساقط في الشعار من أي موضوع لابد أن أول شيء تسوي الفحوصات اللازمة بناء على هذه الفحوصات راح يذكر لك أو يحدد لك الطبيب الأدوية أو المكملات اللي أنت المفروض تاخذها ما يصير نحن ناخذ أي شيء بشكل عشوائي الألم في المفاصل يمكن يكون فيه له أسباب أخرى فلازم أنا أسوي التحاليل اللازمة وبناء على استشارة الطبيب أنا أقدر أخذ المكملات أو الأدوية أو أي نوع من هاي الأنواع بناء على الفحوصات اللي راح أسويها واستشارة الطبيب فما ننصح أن ناخذ أي مكملات أو أي أدوية بدون تحاليل وبدون استشارة إذا في أي أسئلة إضافية ومثل ما ذكرت لكم جمهورنا الكريم إذا بتعبون الرابط رابط التقييم موجود عندكم في الدرتشة حابنا نذكركم بعد مرة ثانية بطريقة التسجيل في برنامج الاستشارات التغذوية اللي حاب أن يكون له استشارة خاصة بينه وبين أخصائي التغذية في الإدارة ممكن أن تتواصلون معنا على الرقم التالي 050-213-9510 وراح نزودكم بإذن الله برابط التثجيل ومن بعد ذلك راح يرسل طلبكم لإخصائي التغذية وإن شاء الله راح نتواصل معكم إذا ما في أي أسئلة إضافية راح نختم بإذن الله جلستنا لليوم وإياكم إن شاء الله طبعا نتمنى أن في هذه الجلسة وعينا أو ثقفنا أن الجمهور بأهم المعلومات من خلال عندنا الأسئلة والاستفسارات اللي كانت عند الجمهور وعندنا ردودنا أتمنى أنها تكون يعني كافية ووافية بالنسبة للجمهور طبعا نحن نسوي مثل هذه الجلسات تقريبا كل شهر فيعني ضروري إذا عندكم أي معلومات مثلا سمعتوها مماركة يمنواها حطوها في نوتا أو يعني خدوها عندكم وخدوها إلى إن شاء الله يعني جلستنا القادمة عشان نناقشها مع بعض ونستفيد ونفيد الحضور إن شاء الله إن شاء الله كذلك حابة أنوه عليكم اللي حاب أن يكون فيه حتى متابعة له في الاستشارات يعني يبدأ معنا استشارة تغذوية وبعدين حاب أن يتابع مرة ثانية بعد مثلا ثلاث أشهر أو بعد فترة معينة كذلك نقدر أن نحن نتابع معه نشكركم جمهورنا الكريم على حضوركم وتفاعلكم الرائع نتمنى أن نكون جاوبنا على استفساراتكم وأفدناكم في هذه الجلسة بإذن الله راح نلتقي فيكم في جلساتنا القادمة بإذن الله شكرا لكم ومع السلامة شكرا لكم